عم شادي هل أمك معك؟ لا إذن تفضل سامحني يا عم شادي لم أقصد أن أنقع بينك وبين أمي على ما أسامحك لقد قلت الحقيقة ما كان ينبغي أن أتطوع بها هذا لن يغير من الأمر شيئا أمي حزينة لأنك خاصمتها ولن أصالحها أبدا تكون قد وقعت في معصية ها؟ ألم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما من يبدأ بالسلام تريدني أن أبدأ بالسلام وهي التي سخرت مني وأساءت إلي لم تتعمل ذلك ولم تقلها في وجهك أخبرها أني لا أكل بثلاثة بطون بل أنا في حمية غذائية منذ أشهر عديدة يبدو ذلك واضحا جدا ومع ذلك لن أبدأ بالسلام حسنا في المرة القادمة ستحضر أمي معي وستبدأ هي بالسلام ولكن أرجوك أن تقبل اعتذارها ولا تحرجها كيف ذلك حتى هذه اللحظة لم نجد بديلا للمدرس عصام واصل البحث وبلغني بما يستجد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدي أنا السبب في أزمتك مع الأستاذ عصام ماذا تقول؟ أخبرته دون قصد بأنك لن تقبل إجازته فأصر عليها في غضب وكيف عرفت أنني لن أقبلها؟ سمعتك تقول ذلك في الهاتف تقصد أنك فتنت علي ونقلت الكلام؟ نعم إنه خطأي وليس خطأ الأستاذ عصام أرجوك أن تسامحه ولكنه مصر على الإجازة حتى يكون بجوار أخته في الجراحة المطلوبة لها ها؟ لم يذكر لي ذلك خشي أن يكون موضع شفقة منك ومن سائر المدرسين يبدو أنه شخص نبيل ونحن جميعا في حاجة إليه وأنت أولنا أنا؟ نعم كنت تقول إنك لم تجب بديلا له إياك أن تخبره بذلك اطمعين لن أكرر خطأي شيماء حذاري أن تنقل لي كلاما سيئا آخر أنا؟ ألم تقل إن ياسين وصفني بالبغة؟ كان يقصد أنك حريصة قليلا ورغم ذلك قال من قبل كلاما جميلا عنه كلام جميل؟ نعم قال إنك أشتر من في القصة وأذكاهم وأكثرهم تعاونا مع زملائه وحبا له ياسين قال كل ذلك عني وقال أيضا إنه لن يستطيع أن يتحمل خصامك له ياسين تعال يا ياسين شيماء لا تغضبي مني لقد أخطأت في حقك ولا ينبغي أن تخاصميني أكثر من ثلاثة أيام بقي خمس دقائق فقط في اليوم الثالث حسن لقد سامحتك وما دليلك على ذلك؟ تفضل بعض الشوكولاتة التي أخذتها من أمي في الصباح حتى تعرف أني لست بخيلة أنا أذهب لشادي في منزلي يا أمي خيركما من يبدأ بالسلام أنا لم أخاصم حتى أصالحها لقد قلت إنه يأكل بثلاثة بطوم أنت الذي قلت له ذلك قل لها أن تفعل ذلك من أجلك يا أمي افعلي ذلك من أجلي تريد مكافأة على خطأك؟ قل لها حل مشكلة شادي أولا ثم عاقبيني كيف شئتي أخشى أن تعاقبني فعلا عم شادي هل أمك موجودة؟ نعم تفضل شادي؟ أتيت لأبدأ بالسلام يا هالة سمحني يا شادي لم أقصد أن أسيئ إليك سامحتك يا هالة تفضلي ما هذا؟ ثلاثة من البيتزا ألم تقول إنني آكل بثلاثة بطوم؟ تعني أن كلها لك؟ لا واحدة لي وواحدة لك وواحدة لعمر اطمئن سأعطيك نصفة البدي الحمد لله الحمد لله عاد الأستاذ عصام إلى المدرسة واستطعت أن أصلح بين كل المتخاصمين بسببي عود نفسك عود نفسك على الصلح بين المتخاصمين حتى لو لم تكن أنت السبب في خصامهم نعم سأفعل ولكن حدثني عما حدث لك ولزوجتك وأنتم على السفينة إلى عسقلان آه كانت محنة كبيرة انتبه يا محمد إنهم قادمون إلينا أيها الرجل دعنا نفتشك كما فتشنا سائر الركاب على الرحب والسعة هذه ملابسي وهذه أغراضي هذا الرجل أيضا ليس معه شيء يبدو أنك كذبت علينا بشأن نقودك المسروقة لا لم أجذب أنتما لم تفتش زوجته حتى الآن لا بأس فلتأتي إحدى الراكبات وتفتش زوجته نحن ليس لدينا ما نخشاه أيها الرجل نعم يا صاحب الصرة الضائعة أين أخفيت نقودك فلم يعثر عليها أحد تقول نقودي أليست نقودك أنت؟ لن أتركك حتى أعرف كيف أخفيتها ألقيت بها في البحر يا الله كيف ذلك؟ لم أكن لأتركها لك أيها اللص الماكر ولم أكن لأترك الركاب يظنون أني سرقتها منك فأفقد ثقتهم فيي وتسوء سمعتي لديهم عندما تنتشر القصة بين الناس سمعتك؟ من أنت حتى تتحدث عن سمعتك بين الناس؟ إنه الشيخ الجليل محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري؟ هل عرفت من كنت تنوي سرقته؟ ولكنك رميت كل مالك في البحر سيعوضني عنه الله إن شاء وحتماً سيعاقبك على مكر كبير الإمام البخاري إمامنا آدم بن أبي إياس بل أنت إمامنا يا بخاري عفواً يا إمامنا لقد تعلمت منك الكثير دون أن أراك وأنا أيضاً قرأت لك الكثير دون أن أراك وهذا ما جعلني أصر على دعوتك إلينا في عسقلان هذا شرف لي بل شرف لنا جميعاً طلاب العلم في انتظارك الليلة في مسجد المدينة الكبير لينهلوا من علمك الغزير وهل رتبت لي لقاءات مع رواة الأحاديث التي ذكرتها لك؟ نعم أعلم أنك جئت تستوثق من صحة هذه الأحاديث الشريفة حتى تضمها إلى كتابك الجامع